اشتركوا في القناة 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 وليس من السهل ايقافيها لقد كانت جيدين من حيث الاداء منالك التحسن لقد لعبنا بشكل جيد لم نتمكن من الفوز لكننا سنواصل التحسن مستوانا في قادم المباريات ويشار الى ان الدول المغربي حاكم زياش ساهم في تعاد النادي غراطصري التركي امام موشي السرهونيش الانجليزي بتلاسل مثلهما بعدما سجل ثنائيا وقدم تمير حاسمة واحدة في المباراة التي جرت اطوارها فسأمس الاربعاء على ارضية الملعب ساميم يعنى في تركيا مكنت تألق النجم المغربي بلا الخنوس مع نادي جينيت البرجيكي من اطارة اهتمام ناديين باريزين في الدول الانجليزي الممتاز ما يعزز امكانية مغادرة لعب فريقه الحالية في مركات الشتو المقبلة ووفقا لما اوردته الصحيفة كوريديلو سبورت فان مستوى الخنوس اطار اهتمام كل من ليفربول وتطنع الانجليزيين مع امكانية وجود تحركات صريحة في قادم الايام للتعاقد معه في الانتقالات المقبلة وتابعت انه مقابل اهتمام ثناء الانجليزي بخدماته لم يظهر الصحيف 19 سنة اي رغبة في مغادرة فريقه الحالية بالموازن مع امتد امتد عقده الى الصيف 2027 وباتت القيمة التسويقية للخنوسة تصل الى 18 مليون يورو وهو المقابل المالي الذي بامكانه ان يحسم صفقة النعبة ما ان اراد احد الفريقين ان انجليزيين ضمه مستقبلان تمكن الدول المغربية اصرف حكيمية نجم باريس سان جرمان الفرنسي من تحقيق رقم قياسي جديد مع فريقه الفرنسي في دوري ربط الهوروبا ونشر موقع سوفا سكور المتخصص في احصائيات ما فادوا ان حكيمية حقق خلال مباراة يوم التأمد التي جمعت سان جرمان ونيوكاسي الانجليزية على الارقام في دوري ربط الهوروبا منذ اندمامه للفريق الفرنسي واشارت المصادر ذاتي لان اصرف حكيمي حقق رقماني الاعلى له في المباراة واحدة بقميسة من دي باريس سان جرمان في دوري ابطال اوروبا حيث نجح اصرف حكيمي وفق الاحصائيات المذكورة خلال مباراة فريقه امام نيوكاسي اليونايتد الانجليزية في لمس الكرة 121 مناسبة وتحقيق 83 تميرا ناجحا ويعد المغربي اصرف حكيمي من ابرز المواهب داخل باريس سان جرمان حيث يعتمد عليه المدرب الاسباني ومدرب باريس سان جرمان لويس انريكي كاساسي في جميع المباراة وايضا النخب الوطني وليد الرقراغي يعد اصرف حكيمي من ابرز اللاعبين الناجحين داخل تشكيل المنتخب المغربي شكرا على حسن المشاهدة لا تسرع الشراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر